حوالي عشر شهور على القضية محكمة جنايات القاهرة أسلت الستار على قضية توريدات مجلس الدولة المعروفة بالرشوة الكبرى والمتهم فيها جمال لبان مدير عام التوريدات السابق بمجلس الدولة المحكمة قررت السجن المؤبد للبان وعزل من منصبه ومصادرة مليون ومئتين ألف جنيه من أمواله وغرامة 2 مليون جنيه وإعفاء باقي المتهمين من العقوبة وانقضاء الدعوة للمستشار وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة لوفاته